أهلا بكم عالم من وراء لا يمكن أنسى أبداً أول مرة دخلت استوديو مسلسلات وأفلام استوديو تصوير يعني كنت وقتها لسه صغير وبدور على شقة عشان أتجوز دخلت الاستوديو بنعوة من مخرج ومهندس ديكور بلاش أقول أسميهم دلوقتي أول ما دخلت الاستوديو لقيت أسلاك كهربة وخشب برمي والدنيا مدربكة بس بعد شوية كده بعد خطوتين ثلاثة لقيت كده زي ضعر حيطة معمول من الخشب لما دخلت جواه لقيت شقة بشبابيك وستاير وفرش ونجفة وحمام وحاجة بجد تبهر قوي بسألت نفسي طب ما الحكاية سهلة ايه فيها ايه لو عملوا بالبساطة دي شقة للشباب اللي زينا وقتها يعني اكتشفت بعد شوية إن كل الموضوع واه وإن الشقة اللي أنا شايفها دي مجرد ديكور ديكور مسنود على خشب كده ولا فيه حمام بجد ولا مطبخ بجد وإن لو الديكور ده أو الشقة بتاعت الديكور دي بره في الشارع هيطير من شوية هوى كلام فارغ يعني شغل سيمة زي كده الممثلة لما تعمل مرات ممثل هو في الحقيقة لا جوزها ولا يحزنون وهي كمان ممكن تكون ما بتطقوش مش طيقة دمه بس مضطرة تمثل فارق بيت جدا ما بين بيت حقيقي له أساس بالسين مش بالثاء وبين بيت منظر ديكور مبني من شوية خشب حبيبي في أزمة الكورونا الأخيرة دي اكتشفت إن الدول الكبيرة في العالم طلعت شغل سيمة برضو دول من ورق جيوشها العظيمة دي كمبارسات فتوات كده من أش فتوات سيمة يعني زي فتوات السيمة بتاعت الأفلام المصرية زي كده وحش الشاشة لأستاذ فريد شوقي رحمة الله عليه اللي كان بيدرب 15 و20 كمبارس وفي الحقيقة كان راجل طيب وغلبان قوي حكاء للفنان الصديق يشام عبدالله قصة عن فريد شوقي غريبة جدا كان الله يرحمه راجل طيب جدا وبسيط جدا وبيخاف كمان وقال لي هشام عبدالله إنه في مرة حاول يقنع صديق له إن فريد شوقي ده يا ابني راجل بيخاف مش زي ما بتشوف في السيمة كده صديق هشام عبدالله ما صدقش هشام عمين هشام أخذ صديقه ده وراح معاه لستوديو وكان هشام عنده تصوير أحد الأعمال مع فريد شوقي فقال لي صديقه هزبتلك إن الملك فريد شوقي ده خواف بص كل اللي عليك تعمله إنك لما تشوف في إيده سجارة تقوله بصوت عالي كده وتشخطيه وتقوله مش السجار دي مضرة بس كده وتفرج يا معلم على الملك فريد شوقي هيعمل إيه طبعا صديق هشام عبدالله ما صدقش وقال له يا جدع ده ممكن يقوم يضرب لي وبنية في وشي هشام قال له مالكش دعوة ولا يضرب ولا يعمل اعمل اللي بقولك عليه دخلوا سوا لستوديو هشام قعد جنب الملك فريد شوقي وطلع سجارة ودها سجارة سجارة يا مالك مالك ده كان اللقب اللي بيطلق على فريد شوقي عمك فريد شوقي ارتبك وقال له طب بص كده حسن تكون سهير هنا سهير دي تبقى اسم الست زوجة الفنان فريد شوقي رحمة الله عليه لأنه كان بيعمل حسابها وما كانش يعرف يتصرف في أي حاجة في حياته غير لما يرجع لها هشام قال له لا مادام سهير مش هنا امسك يا مالك السجارة أخذ فريد شوقي السجارة وولعها وهنا بقى جاه دور صديق إشام عبدالله دخل صديق إشام عبدالله وبصوت واضح ومرتبك شوية كده قال له يا السجارة دي مش مضرة فريد شوقي رمى السجارة من إيده وهو مرتبك جدا وخاف جدا صاحب إشام عبدالله اتصدم جدا من خطة فريد شوقي راح إشام في الدحكة على منظر الملك فريد شوقي وعلى منظر صاحبه المصدوم في فتوة السيمة لقى بيخاف ورغم إن الواقعة دي حقيقة واللي تثبت إن فريد شوقي كان راجل طيب جدا وبسيط جدا جيوش العالم بقى دلوقتي بقت عاملة زي كده زي فتوات على الشاشة بس ولما صادفهم حتة فيروس بشلن اسمه كورونا شفنا الجيوش دي عمالة توقع فيها ضحايا وهم مش عارفين يعملوا إيه مع العدو الخفي اللي اسمه كورونا حتى المعامل الطبية المعامل الطبية دي في العالم كانت فردة صدرها على خلق الله قوي هي اللي عملت من الفسيخ شرباط وعملت من نعجة دولي توقم وعملت الراجل ست والست راجل المعامل دي أخوانا هي اللي خلت الراجل يبقى حامل والست يطلع لها عضلات وشنب المعامل دي خلت النبات الواحد يطلع منه كرومب وموز في نفس العود عملت البدع المعامل الطبية دي النهاردة ومن شهر ديسمبر 2019 لحد النهاردة يونيو 2020 دايخين دوخت تدري بعد عنك وراء الأمصال واللقاحات والمحليل ومش طالعين بأي نتيجة حتى الآن ولماء اتصرف عليهم ملايين وأخدوا جواز ومعامل اتصرف عليها مليارات وأسادزة ودكاترة كلهم دلوقتي دايرين يدوروا وراء بعد كده بيلفوا ودايخين سبع دخات عشان يلاقوا مصل للهبابة اللي اسمها كورونا اللي جات لنا من أنهي داية أو من أنهي مصيبة محدش عارف ناس تقول وطويت ناس تقول قطط وكلهم بيغني على ليلى وليلة نفسها مسكوها في شاء الضهارة ما علينا طلع كله نخع نخع والشغل سيمة وقادي طبقت كمان أمريكا هي اتأتل فيها عسكري جماعة عسكري أبيض اتل مواطن اسود قامت القيامة في كم ولاية أمريكية ومظاهرات واحتجاجات وشفنا فيديوهات لمواطنين أمريكان بينهابوا محلات كأنهم جعانين أنا شفت فيديو عجيب جدا مواطنين أمريكيين بينهابوا محل في مول كبير كده وشفت خلق كتيرة طالعة من محل دا محملة بقى هدوم رياضية جزم وهدوم رياضية وترينجات بلابس رياضية الغريب أن كل اللي طالعين أو أغلبهم نهبين المحلات أغلبهم بيركابوا عربيات أي والله زي بقولك كده يعني مواطن عنده عربية مش محتاج يدخل يسرق محل يدخل يسرق منه جزم رياضية دا أنا شفت ست خرجت من محل ضربة جزمة واحدة في علبة كده جزمة نايكي ومعها كام ترينج حاجة بسيطة جدا حطت الجزمة على سطح العربية عشان تطلع مفتاح العربية من جيبها وفتحت باب العربية ودخلت ودورت العربية وخرجة زي الحلاوة دا بست زي دي محتاجة لي تسرق كوتش أو ترينج شيء غريب جدا نفس المنظر اللي بشوف في أمريكا اليومين دول شفت في 2003 لما سقط نظام صدام وخرج بعض العرائيين بيسرقوا المتحف القوم العرائي نفس المنظر اتكرر في مصر لما قلة برضو من الناس دخلت سرقة شبابيك الحزب الوطني وفكت التكييفات بتاعته لكن الفرق بين المناظر دي ان مصر والعراق الدول كان بيحكمها نظم استبدادية جوعوا الشعوب وزلوهم لكن المفروض المواطن الأمريكي دا مواطن بيقيش في ظل النظام هو اختاره ببرنامج انتخابي لكن في الحقيقة في الأزمة الأخيرة دي ثبت ان نظام الأمريكي نظام برضو ورق في فيلم اسكندرية ليه اللي انتجه يوسف شهين سنة 79 وكتاب له القصة والسيناريو محسن زايد واشترك يوسف شهين في كتابة الحوار بيتقبض على احمد زاكي ولانه فقير ما عندوش محامي فتقرر المحكمة انها تنتدب له محامي فينتدبوله العبقاري محمود المليكي المحامي اللي بيقوله عليه محامي حمار زي ما قاله في الفيلم واللي بيخسر كل القضايا بتاعته وبيقوله عليه كمان محامي غبي فيرفض احمد زاكي ان محمود المليكي يترفع عنه قدام المحكمة فالمليكي يقوله في مشهد عظيم جدا غصب عنك بيرطك هدفع عنك هدفع عنك فالتاني يقوله يعني انا مش عايزك تدفع عني احمد زاكي فالمليكي يقوله يا ابني ما تخافش وانا انت فاكريني هكسب القضية مش هكسبها وغالبا هتاخد حكم كبير جدا فيسأله احمد زاكي السؤال بديه لما انت عارف انك هتخسر القضية بتدفع عني ليه هنا يقدم المليكي مونولوج ولا اروع يلخص فيه الفيلم كله ان العالم كله عالم ديكور عالم اوانطة ويقول المليكي ويبدأ وبيقول زمن زمن يبرروا فيه انهم يرموا البومب على دماغ الناس ما لهاش دعوة بالحرب خالص وعايز نكسبها زمن بيشو فيه الناس في الفران عشان لون جلدهم احمر ولا اصمر ولا عنها مسبسبة وعايز نكسبها زمن بيلموا فيه ولادي الناس سن 16 و 17 سنة ويدفنوهم تحت الرمل باسم الحريات الاربعة وعايز نكسبها زمن يكسبوا فيه فرض واحد خمس تلاف جنيه في دقيقة ويغلوا على التاني اجرة الترماي وعايز نكسبها الحقيقة رغم ان الكلام ده كتب محسن زايد سنة 79 والفيلم احداثه بالدور في الاربعينات يعني وقت قديم قوي عن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لكن الفيلم ده الحقيقة يليغ بالزمن اللي احنا عايشين فيه وكأن الزمن هو نفسه ولو المليجي كان عايش ولو الفيلم ده تكتب دلوقتي كان محسن زايد هيكتب للمليجي نفس النص بس هيغير فيه حاجات بسيطة وكان المليجي ممكن يطلع يقول لنا زمن زمن يتقتل فيه المسلمين الروهينجي عشان ديانتهم والعالم واقف يتفرج عليهم وعايز نكسبها زمن بيتفنوا فيه المعارضين المصريين في سجون السيسي باسم مصلحة امريكا والعالم كل واقف جنب السيسي وعايز نكسبها زمن بيخرجوا فيه رجل اعمال قتى المغنية هو وظابط امن دولة وبعد اقل من عشر سنين بيخرجوهم بعفو رئاسي واشرف منهم في السجون بلا قضية ولا جريمة وعايز نكسبها زمن المسلمين فيه نفسهم بيتأمروا على الاسلام حكام وامراء يقسميهم مسلمة وديانتهم مسلمين وبيصرفوا مليارات الدولارات عشان يقتلوا مسلمين زيهم وعايز نكسبها زمن بتتفتح فيه الشاشات للعوالم والرقصات والتفهين ويترمي العلماء في سجون السيسي وعايز نكسبها زمن بيدخل ظابط الجيش على المعاش عشان يعمل مسحة بي سي آر بتاعت كورونا مجانا واخوه المواطن المدني بيعمل نفس المسحة في نفس الوقت بألف جنيه وبربع تلاف جنيه للحالة الحارجة وعايز نكسبها ما تخافش يا ابني مش اكسبها الله يرحمك هملي يجي والله يرحمك يا بلد اشتركوا في القناة